المفاوضية العلية المستقلة للانتخابات تفتح باب التسجيل لغاية الثالث عشر من هذا الشهر أمام التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد لإبداء الرغبة بالمشاركة في انتخابات برلماني إقليم كردستان باستنادا إلى قرار مجلس المفاوضين الموقع تم فتح باب تسجيل التحالفات من فترة 8-6 إلى 13-6-2024 اللي ينوي المشاركة في انتخابات أقليم كردستان بإمكانهم الآن تقديم إبداء رغبتهم للمشاركة في انتخابات أقليم كردستان ويبلغ عدد الأحزاب السياسية في الأقليم تسعة وثلاثون حزبا وإلى الآن عشرة أحزاب سياسية سجلت لدى المفاوضية وتحالفين اثنين وواحدا وعشرين مرشحا أو فردا فرصة لكل الأحزاب التي أعلنت انسحابها الديمقراطي وأيضا أحزاب المكونات الأخرى الآليات الجديدة والقرارات الجديدة ربما ستفتح المجال لضمان مشاركتهم وبالتالي عملية مشاركة الديمقراطي والأحزاب الأخرى خاصة المكونات هي ضمانة لنجاح الانتخابات وبفتح المفاوضية أبوابها مرة أخرى أمام التحالفات والأحزاب السياسية في إقليم كردستان خطوة تساهم في إنجاح العملية الانتخابية في الإقليم حسب المحللين السياسيين للعراق الإخبار يا مزياد عبدو أربي